أكد المدير التنفيذي لمستشفى أسوان الجامعية أشرف معبد أن منظمة الصحة العالمية قد أشادت بالمستشفى وبالجهود المبدولة في تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية للمرضى السودانين وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري قال أشرف معبد أن الصحة العالمية أشادت بما وصلت إليه مستشفى جامعة أسوان حتى أصبحت صرحا طبيا خدميا متكاملا منظرة للإشادة الكبيرة من منظمة الصحة العالمية جات لنا ثلاث زيارات آخر زيارة كانت من حوالي أسبوع رئيسة المنظمة الدكتورة نعيمة جاسر جات وأشادت بالمستشفى الجامعي وامكانياتها تفقدت كل الأماكن أماكن الخدمات للسودانين كلها قابلت ناس كتير من السودانين أشادوا بالخدمة وأشادوا بالمستشفى وهي وجهت برضو أن نحن ممكن نساعد في إنشاء عيادة مجانية وضخط كميات من الأدوية الحمد لله بدأنا في تجهيز هذه العيادة وسميت عيادة للقادمين من السودان تجاهز لهم كل الأدوية بالمجان وكل الإمكانيات مسخرة في هذه العيادة وكذلك إنشاء معمل متخصص لهذه العيادة تفقدت هي المعمل والمكان اللي حتنشأ فيه العيادة الحمد لله إحنا من بداية الأسبوع القادم إن شاء الله سيتم العمل في هذه العيادة من الأطباء والأساتذة المتخصصين في كل المجالات